موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزاء الطلبة في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية للصف الأول متوسط درسنا لهذا اليوم سوف نتناول فيه الفعل المضارئ الفعل المضارئ للفعل المضارئ حالات الحالة الأولى رفع الفعل المضارئ نأتي إلى النص الذي لدينا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم صدق الله العظيم فإذن كما درسنا فيما سبق أن الفعل ما دل على حصول عمل في زمن معين الحدث إذن الفعل ما دل على حصول عمل في زمن معين وهو ثلاثة أنواع ماضي مضارئ وأمر أولا الفعل الماضي ما دل على حصول عمل في الزمن الماضي حصول عمل في الزمن الماضي عمل موجودة كلمة عمل في الزمن الماضي مثل كتب أكرم انطلق استغفر وهو مبني دائما ونقول في إعراب كتب فعل ماضي مبني على الفتح وهكذا أكرم وانطلق واستغفر فهي أفعال ماضية مبنية على الفتح نعم فعل الأمر ثانيا فعل الأمر وهو الذي يطلب به حصول عمل أيضا كلمة عمل وردت عمل بعد زمن التكلم مثل أكتب أكرم انطلق استغفر وهو مبني أيضا ونقول في إعراب أكتب فعل أمر مبني على السكون وهكذا بالنسبة لبقية الأفعال ثالثا الفعل المضارع وهو الذي يدل على حصول عمل في الزمن الحاضري أو المستقبل في الزمن الحاضري أو المستقبل ومن علاماته ما هي علامات؟ كيف نعرف أن هذا فعل مضارع؟ ومن علاماته أولا أن يكون مبدوءا بأحد الأحرف المضارعة التي تجمعها لفظة أنيتو إذن يكون مبدوءا بأحد الأحرف المضارعة التي تجمعها لفظة أنيتو إذن ما هي هذه الحروف المضارعة؟ ما هي هذه أحرف المضارعة؟ كيف نميز أحرف المضارعة؟ الفعل درسة مثلا الفعل درسة الفعل درسة هو فعل ماضن درسة المضارع منه أدرس أدرس ندرس يدرس تدرس تدرس فإذن أدرس ندرس يدرس تدرس هذا الحرف الأول هذا الحرف الأول هنا هذا الحمزة هذه هي أحرف المضارعة نون الياء والتاء هذه هي أحرف المضارعة مجموعة في كلمة أنيتو في كلمة أنيتو ألف نون ألف نون ياء تاء فإذن أول ما يميز الفعل المضارع إنه يقبل أحد هذه الأحرف أحد أحرف المضارعة هذا هو فعل ماضن وهذه هي أفعال مضارعة هذه هي فعل مضارع نعم مرفوع لأن لم يسبق بناصب أو بجاز نعم إذن الميزة الأولى التي نتعرف بها على الفعل المضارع إنه يقبل أو يكون مبدوءا بأحد الأحرف المضارعة التي تجمعها لذة أنيتو ثانيا يقبل حرفي الاستقبال السين وسوفه يقبل حرفي الاستقبال السين وسوفه نعم ما معنى أنه يقبل حرفي الاستقبال السين وسوفه نميز أن الفعل الماضي لا يقبل هذين الحرفين أما الفعل المضارع فيقبل الحرفين كما خذت في المثال درس فعل ماضي يدرس فعل مضارع درس فعل ماضي ويدرس فعل مضارع هنا درسة أدخل عليها السين أو سوفة سدرسة هذا خطأ إذن هذا فعل ماضن هذا فعل ماضن لا يقبل السين أو سوفة أما الفعل المضارع فهو يقبل إذن الفعل المضارع يقبل سين و سوفة السين و سوفة فنقول سأدرس سأدرس سندرس سندرس سيدرس وهكذا مع السوفة سوفة تدرس سوفة تدرس تدرس أحد أحرف المضارعة المجموعة في كلمة أنيتو الميزة الثانية أن هذا الفعل يقبل بدخول السين و سوفة و قد شاهدتم أنه الفعل الماضي لا يقبل بدخول السين و سوفة الميزة الثالثة نعم الميزة الثالثة أنه يقبل بدخول حرفي حرف الجزم أنه يقبل بدخول حرف الجزم لم أنه يقبل بدخول حرف الجزم لم أيضا نمثلها كيف يقبل دخول حرف الجزم لم كيف يقبل؟ نقول لم أدرس لم أدرس لم ندرس لم يدرس ولم تدرس فهنا لم دخلت على الفعل المضارع فلم دخلت على الفعل المضارع فإذن ثالثا دخول لم على الفعل المضارع أيضا ماذا يقبل الفعل المضارع؟ أيضا يقبل بدخول حرف النصب لن يقبل بدخول حرف النصب لن فإذن يقبل بدخول حرفي الاستقبال السين وسوفة ويقبل بدخول حرف الجزم لم ويقبل بدخول حرف النصب لن حرف النصب لن هذا فيما يخص تمييزنا للفعل المضارع إذن رابعاً يقبل بدخول حرف النصب لن لن أدرس لن ندرس لن أفوان لن ندرس ولن يدرس ولن تدرس ولن تدرس نعم أيضاً ما يميز الفعل المضارع نأتي الآن ما يميز الفعل المضارع إذن ما يميز الفعل المضارع أن يكون مبدوءاً بأحد الأحرف المضارعة التي تجمعها لغة أنيتو يقبل دخول حرفي الاستقبال السين وسوف وحرف الجزم لن وحرف النصب لن نعم نأتي إلى الأفعال التي وردت في الآيات الكريمة وهي يقصوا يقضي يختلفون هذه هي أفعال مضارعة لماذا هي أفعال مضارعة؟ لأنها تدل على حصول العمل في الزمن الحاضر أو في المستقبل تدل على حصول العمل في الزمن الحاضر أو في المستقبل هذه الأفعال على ثلاثة أنواع إذن الفعل المضارع يكون على ثلاثة أنواع من حيث آخرها من حيث الآخر صحيح الآخر مثل يقصوا يدرسوا يكتبوا معتل الآخر مثل يقضي يرمي معتل مثل يدنوا أحرف العلة الوا والياء والألف الأفعال الخمسة إذن أما يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر أو من الأفعال الخمسة مثل يختلفون يختلفون فالفعل المضارع إذن يأتي في الكلام على ثلاثة أنواع إذن الفعل المضارع يأتي في الكلام على ثلاثة أنواع لا يكون على نوع واحد صحيح هذه الأنواع الثلاث نتعرف عليها نتعرف عليها بأن هذه الأفعال تدل على حصول الأمل في الزمن الحاضر أو في المستقبل وتكون مبدوئة بأحد أحرف المضارعة أو تكون تقبل الدخول سين وسوف ولن ولن ما هي هذه الأنواع؟ نأتي إلى هذه الأنواع ما هي أنواع الفعل المضارع؟ أولاً صحيح الآخر وهو ما كان آخره حرفاً صحيحاً مثل يدرسوا يتعلموا يعملوا نلاحظ أبناء الحرف الأخير هذا الحرف الأخير تلاحظوا هذا الحرف الأخير صحيح صحيح فإذن هذا هو صحيح الآخر ما هو علامات إعرابه الحركات الظاهرة؟ يدرسوا الضمة يدرسوا الضمة ويتعلموا الضمة أيضاً يعملوا الضمة وإذا كان منصوب يدرسه الفتحة وإذا كان مجزوم يدرس السكون فإذن علامات إعرابه الحركات الظاهرة نعم النوع الثاني هو مؤتل الآخر معتل الآخر وما المقصود بمعتل الآخر؟ وهو ما كان آخره حرف إله ما هي أحرف الإله الألف والو والياء مثل يسعى آخره حرف إله الألف يعفو آخره حرف إله الو يصلي آخره حرف إله ما هي العلامات؟ علامات إعرابه هي الحركات المقدرة علامات الإعراب الحركات المقدرة ما عدا هنا يعفوه تكون الفتحة ظاهرة الفتحة ظاهرة على الواو نعم الأفعال النوع الثالث من أنواع الفعل المضارئ النوع الثالث من أنواع الفعل المضارئ هو الأفعال الخمسة ماذا نقصد بالأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع هو كل فعل مضارع اتصلت به ماذا يتصل به؟ ياء المخاطبة ألف الاثنين واو الجماعة فالأفعال الخمسة من الفعل المضارع يكتبوا هي تكتبين ياء المخاطبة يكتبان ألف الاثنين للمذكر تكتبان ألف الاثنين للمؤنث يكتبون للمخاطب عفوا يكتبون للغائب وتكتبون للمخاطب فإذا هذه وضع الجماعة وهكذا الحال في كل فعل مضارع نريد أن نصر منه الأفعال الخمسة نريد أن نصر منه الأفعال الخمسة نقف عند هذه النقطة نقف عند هذه النقطة أعزائي الطلبة نقف قليلا عند هذه النقطة وهي الأفعال الخمسة ماذا نقصد بالأفعال الخمسة؟ هل يمكن أن يكون هناك أفعال خمسة من كل فعل مضارع؟ نعم نستطيع أن نكون أفعال خمسة من كل فعل مضارع كل فعل مضارع بأفعال خمسة خمس أفعال أقدر أعمل من هذا الفعل كيف هي الطريقة؟ نعم نأتي الآن إلى الأفعال الخمسة نعم إذن الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة هي خمسة أفعال هي خمسة أفعال تصاغ من كل فعل مضارع إذا اتصلت به ياء المخاطبة ياء المخاطبة نأخذ الفعل طرقا يدرس نأخذ الفعل يدرس هنا ما يتصل بياء المخاطبة تدرسين تدرسين نعم هذه الياء ياء المخاطبة ثانيا إذا اتصل بألف الاثنين ألف الاثنين نعم ألف الاثنين يدرسان يدرسان وتدرسان يدرسان وتدرسان نعم هاي ألف الاثنين أصبح لدي ثلاث أفعال واو الجماعة واو الجماعة إذا اتصل بواو الجماعة واو الجماعة يدرسون يدرسون وتدرسون يدرسون وتدرسون فإذا أصبح لدي خمس أفعال خمس أفعال من الفعل يدرسوا خمس أفعال من الفعل يدرسوا وهي الأفعال الخمسة نأخذ فعل آخر نأخذ فعل آخر مثل مثل يذهبوا أو يذهبوا فنقول فنقول للفعل يذهبوا أيضا خمس أفعال تذهبين تذهبين يذهبان ألف الأثنين تذهبان و يذهبون وتذهبون وتذهبون فإذا كما نلاحظ أنه كل فعل مضارع كل فعل مضارع أستطيع أن أكون منه خمس أفعال أكون منه خمس أفعال من خلال اتصاله ب يا المخاطبة أو ألف الأثنين أو واو الجماعة هذه الأفعال والخمسة هذه الأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون وتنصب وتجمع علامة نصبها وجزمها حتف النون فإذن هذه الأفعال للأفعال الخمسة علامات إعراب خاصة بها هذه الأفعال هذه الأفعال علامات إعراب خاصة بها وهي ثبوت النون في حالة الرفع مثل يكتبون كابتا النون وحثف النون في حالتين نصب وتجزم مثل لن يكتبوا ولم يكتبوا نصب لن يكتبوا بالجزم لم يكتبوا نعم تعرب ضمائر الرفع المتصلة هذه الضمائر الرفع التي اتصلت بالأفعال الخمسة ولياء المخاطبة وألف الاثنين وواو الجماعة ضماء الرفع إذن تعرب في محر فعف فاعل تعرب في محر فعف فاعل والفعل المضارع شي يكون معرض الفعل المضارع معرض أي ما المقصد بالمعرض أي أن آخره لا يلزم حركة واحدة دائما وإنما يتغير بحسب العوامل الداخل عليه يتغير بحسب العوامل الداخل عليه فيأتي مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما ثلاث حالات مرفوع منصوب مجزوم ويأتي مبنيا أيضا في حالتين فقط سنتكرهما لاحقا سنتكرهما لاحقا نعم فإذا الفعل المضارع هو فعل معرض الفعل المضارع هو فعل معرض ويكون على أنواع ويكون على أنواع يكون إما يكون صحيح الآخر وإما يكون معتل وإما يكون من الأفعال الخمسة والفعل المضارع هو فعل معرب والفعل المضارع هو فعل معرب يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو بجاز ويكون منصوبا إذا سبق بناصب ويكون مجزوما إذا سبق بجاز نعم ست وما هو وما وأفوا ست وما هو الفعل المضارع وما هو الفعل المضارع من الأفعال الخمسة الفعل المضارع من الأفعال الخمسة هو كل فعل اتصلت به ياء المخاطبة أو ألف الاثنين أو واو الجماعة ياء المخاطبة ألف الاثنين وواو الجماعة نعم ومثلنا 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 لهذه الأفعال ومثلنا لهذه الأفعال هنا هذنا فعلين يدرسوا ويذهبوا معي المخاطبة مثل تدرسين تذهبين ومع ألف الاثنين يدرسان وتدرسان ومعه يذهبان تذهبان والجماعة يدرسون وتدرسون يذهبون وتذهبون نعم وهذه الأفعال الأفعال الخمسة تكون معربة كلها معربة مثل الفعل المضارع وعلامات الإعراب بالنسبة لهذه الأفعال الأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون وتنصب وتجزم وعلامة نصبها وجزمها حثف النون نعم فإذا الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يسبق بحرف نصب ينصبه أو حرف جزم يجزمه وعلامات رفع الفعل المضارع ثلاث هي الضم الظاهرة الضم المقدرة وثبوت النون بحسب نوع الفعل المضارع بحسب نوع الفعل المضارع لأن الفعل المضارع يكون على أنواع مثل ما قلنا يكون على أنواع هذا ما يتسع به وقتنا لهذا اليوم أودعكم على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا